أكد سيد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية أكد أن هذه الدورة تشكل نقطة انطلاق حقيقية لولادة أبطال عالميين وألومبيين لما توفره من منصة دولية لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير إمكانياتهم للمستقبل وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية إلى أن توجهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كان لها دور محوري في نجاح البطولة إلى جانب المتابع الحثيثة من وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا ما ساهم في تنظيم البطولة تنظيما ناجحا على جميع الأصعدة مضيفا أن النتائج التي تحققت حتى لها المشجعة لجميع الفرق المشاركة حيث قدم اللاعبون واللعبات أداء متميزا يبشر بمستقبل رياضي واعد وأشهد أسحاقي بالدورة الذي لعبته الجهات الرسمية والشركات الراعية في المملكة التي قدمت دعما كبيرا لهذه الدورة ما عزز من سمعة البحرين كمركز رياضي عالمي قادر على استضافة كبرى الفعاليات مؤكدا أن مملكة البحرين ماضية في تقديم الأفضل على كافة الأصعدة الرياضية والتنظيمية بما يتناسب مع طموحات المملكة وتطلعاتها المستقبلية